يذكرون أن سائلاً طرق الباب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيل يقول علي فتذكرت أن عندي أربعة دراهم لكن لا أدري أين وضعتها فقلت له انتظر فصرت أبحث عن هذه الدراهم حتى أعطيها لهذا السائل فالظاهر طال الوقت وعلي يبحث مل السائل فانصرف ولكن قبل أن يذهب نظر فراء الفرس فرس علي فاذا عليها اللجام فسرق اللجام وأخذ حتى يبيعه يبي فلوس فأخذ اللجام وذهب يبيعه ثم جاء خادم علي لما وجد علي الأموال الدراهب خرج السائل هو اللص نفس الشيء خرجه لم يجده فلا دخل البيت ثم جاء خادم علي قال يا أمين أحدهم أخذ اللجام ما وجدت لجام الفرس قال والله ما عندي إلا هذه الدراهم اذهب إن اشتريت لجاما بأربعة دراهم فبها ونعمت ما عندي فذهب إلى السوق وإذا هذا يبيع اللجام لأن هذا ما يريد اللجام هو يريد المال هذا اللص يقول فتكلم معه بكم تبيعه امتفق معه لأربعة دراهم فباعه اللجام بأربعة دراهم فرجع هذا علي قال وجدت لجام فرسك يباع فقال صف لي الرجل الذي اشتريت منهم وصف لي وقال هذا هو السائل يقول علي استعجل كان سيأخذها بالحلال أخذها بالحرام يعني هذه الدراهم الأربع مكتوبة له مكتوبة لهذا اللص مكتوبة لهذا السائل لكن ما صبر دقيقة أو دقيقتين حتى يأخذها بالحلال فباقى سرق اللجام ثم رجع ورد مرتين أخذ الدراهم الأربع مكتوبة له لو صبر يقول علي أخذها بالحلال فلم يصبر حتى أخذها بالحرام وكل حياتنا كذلك أي إنسان الآن يسرق سرق معينة خمسين ألف مئة ألف مليون أقل أكثر يغش يرش يرتش يزور كل ما يأخذها مكتوب له لو صبر أخذه بالحلال والله الذي لا إله إلاه لو صبر لا أخذه بالحلال